الناشط المدني السيد أحمد البناء الحسيني سلام عليكم أخ أحمد والبقية في حياتكم وبارك الله بكم على ثورتكم البيضاء عليكم السلام ورحمة الله حياتك الباقي أستاذ بداية الرحمة والغفران والخلود لكل شهداء العراق شهداء التشرين أبناء العراق الأصلاء والخزي والعار والذل للقتل الذين يقتلون بدم بارد ولكل من يؤيدهم ولكل من يقبل بأفعالهم ولكل من يعرفهم ويغطي على قتلهم وظلمهم وسفكهم للدماء البريئة أشكرك بداية أنت كنت من المرافقين إلى الشهيد السعيد إيهاب هل كانت الآن أو سابقا لديكم دلائل أو إشارات عن الجهة المتورطة أو التي كانت تهدد وبالتالي هي التي نفذت بشروعها القذر ضد الشهيد إيهاب نعم حقيقة لا توجد أدلة واقعية للجهة المنفذة ولكن هناك إشارات واضحة جدا لدينا من هو الفاعل توجهنا للمحاكم لكي تأخذ دورها في الكشف عن قتلة الشهيد فاهم الطائي والشهيد على مذوب واستقرار الأمن فلو كشف عن القتلة من ذلك الوقت لما تجرأ القاتل بإعادة الفعل بنفس الطريقة وبنفس المكان المحصن هناك مؤشرات للقاتل ولكن لا توجد أدلة حقيقية الأدلة لدى الدولة لدى المحاكم لدى المحافظ لدى قيادة الشرطة التصوير والكاميرات بين أيديهم نطالب به بعدة أعذار الكاميرات عاطلة لا نستطيع الكشف عن الفيديوات بعض الجهات الدينية اللي عندها كاميرات صرفت عليها مليارات مليارات الدنانير يقدرون يطلعون النملة اللي يتمشي على بعد 14 كي له هذا الكلام أنا مسؤول عنه كاميرات حديثة عندهم النملة النملة تطلعها القاتل يعرفوا حق المعرفة مثل ما احنا عندنا مؤشرات مقتنعين بيها القاتل منهم هم يعرفون أخ أحمد هنا خليني أنت أثرت أسئلة كثيرة تقول لدينا مؤشرات